اهلا بكم الحاجة اللي ممكن تخلق مجرم اللي ممكن تحول مصار إنسان من اتجاه لإنسان الاتجاه تاني اللي بتظل زي ما تقول شوكة في جسمه وفي عقل وفي وجدان كل بنا آدم هو التنمر التنمر خطر جدا يا جماعة والمتنمر واحد من أسوأ البشخصيات في الحياة عموما الشخص المتنمر اللي هو الشخص اللي دايما بيعيب على الآخرين بينتظر فيهم أخطاء والآخرة وتنمر أنواع وأشكال والآخرة بكل برانش في الطب على فكرة في حاجة دايما نحن نقف في التنمر ونقف نتكلم عنه لكن السمنة واحدة من أشهر صورة تنمر واتصل السمنة مع المريض بتاعها إنه خلاص بقى بيبقى يعني زي ما يقوله استوى الرجل الشاب دايما بيبقى طالع من هو طفل بتريقوا عليه ويتنمروا عليه ويسموه يعني فيه مثلا ممثلة مصرية مشهورة قوي مش مشهورة قوي يعني بس كانت في الوقت من الوقت كاسمها رفيعة هانم هم قالوا عليها رفيعة هانم سموها كتب رفيعة هانم دي عانت جدا لقرا قصة حياتها اللي هو عانت جدا بسبب وزنها وصلت لمرحلة إن وزنها وصل درجة كبيرة جدا بس كلام ده في الستينات من القرن الماضي وخلاص قعدت ما بتشتغلش اللي هي عملت أطوار كتيرة حلوة في في فيلم مشهورة قوي اسمو سكر هانم بتاع العظيم عبد منعن ببرهيب وكان معاه بقى ناس جميلة قوي يعني في الفيلم دوت كانت موجودة في الفيلم بدوها دور في الفيلم تختوخة كده بتخنت جدا سموها رفيع هانم تنمر هم بيتنمر كانوا بيتنمروا عليه في الوقت ده صحيح التنمر خطير جدا لإن التنمر بيخلي اسم شعافعيش خلاص التريقة النظرة حد اللي جايبين هنا مثلا في الفيلم ولد مش تخين قوي ولد تخين شوية خلاص هو بنعزل ويتسمى بقى يتسمى بقى اسمه معين لدرجة إنه لكم أن تتخيلوا مثلا أنه وعدة من الشخصيات الشهيرة اللي كتابها العبقر نبيل فاروق زمان من المغامرين الخامسة احنا الجيل بتاعنا بقى ننامه على هيك ده كان اسموا تختخ محمود سالم أسف محمود سالم العبقر برضو هوهم منتين عبقرة الله يرحم محمود سالم عمل حاجة اسمها المغامرين الخامسة زمان كان البطل بتاع المغامرين الخامسة اسمه توفيق طب صحابة كانوا مسمونوه ايه تختخ وفضل تختخ ده في وجداننا وكانت اعتقد انها ما كانتش مناسبة لان كان كل الناس اللي تخان كانوا يتقال لهم فلان ده غلط كبير كده لكن هنعمل ايه الاطفال صعب التحكم فيها في الموضوع ده فنعمل ان حارب السمن الاهل لازم يحاربوا سمن واوعى تتنمر بابنك بقى مايجيش تنمر من الاهل مايجيش الواد رايح جاي يدخل البيت يلاقي ابوه بيترق عليه ويلاقي اخوه بيترق عليه ويلاقي والدته بيترق عليه مايصحش ده بقى ده بقى الغلط الكبير طب نعمل ايه نقف جنبه ودلوقتي الجراحات السنة اجمل حاجة بسمحها انهم كل شوية بيقدموها في دلوقتي الجراحات بتعمل في سن مباكر هنسأل نهاردة ضيف العزيز في هذه المنطقة المهمة جدا طبعا اسم متميز لغاية وقيمة علمية كبيرة بتبقى دايما حواري معاها في الدكتور شيء يدعو للسعادة ويدعو الى الكسير جدا من الحماس العلمي ضيف العزيز والقيمة العلمية الكبيرة بسوط دكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بكل الطب جامعة عن شمس المدير الواحدة لجراحات السمنة موسيش فوادي نيل وزامل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على تصنيف جودة دولة في جراحات السمنة اهلا بك اهلا وسهلا انها هبدأ بالاطفال انت دلوقتي احكيني بقى يعني كده الاول مقدمتك الحلوة عن جراحة السمنة في ال هقول ليانج عضلت او الاطفال الاطفال طبعا من سن 11 سنة يمكنهم اجراء العملية بس يكون وزنهم طبعا زايد فوق المئة كيلو يعني بال بال يعني بال يعني حاجة بسيطة يعني اه طبعا في مقيس تانية بالبرسنتائل والبادمس اندكس ولكن احنا يعني يمكن كمجتمع عربي لو عنا كمصريين احنا بنخاف على اطفالنا اصلا من اجراء اي نوع من العمليات لكن عايز اقول ان الاطفال مش بمنأة او مش بعيد خالص انهم يصابوا بنفس الامراض اسمنا متفرقش يعني يعني الطفل اللي هو وزنه زيادة طبعا ده عنده مشاكل يمكن احنا شفناها في الفيلم القصير ده هو انه الطفل معزول وخاف يندرج في المجتمع وعنده مشاكله النفسية ومشاكله الصحية برضه كمان يعني الاسمنا مش هترحمه من السكر ومش هترحمه من الضغط ومش هترحمه من قطاع النفس اثناء النوم اللي هو قاعد طول الليل يشخر وما بنمش وطول اليوم طول النهار نايم في الفصل بتاعه او المدرسة بتاعته طبعا طول الوقت عايز يجبع بقى من نوم الحال ايماليان دهون طول الوقت وعمال مش قادر ياخد نفسه وبالتالي في الاخر هو انسان بقى مريض فاحنا طبعا ما عندناش فرق خالص ما بين الامراض ان هي تصيب الطفل وتصيب الناس الكبيرة هو دي سمنة مفرطة يعني مالاش فطبعا انقاص الوزن حاجة مهمة جدا احنا طبعا ما بنعملش عملات كبيرة في الاطفال يعني هي عملات زي تكميم المادة اللي احنا عارفين تماما انه العملات زي تحول المصار بتقلل امتصاص بعض المينرالز والفيتامينز وده طبعا ممكن يؤثر على الطفل كنمو هرموني او نمو عزام او نمو بصفة عامة يعني فمن بعد 11-12 سنة ممكن يعمل العملية طيب الطفل بقى اللي هو 13 سنة ولسه يعني قدرته المنتلي مش قادر يتواصل مع المجتمع او انه هو مش هيقدر يستخدم الطول دي انه هيقدر ما انت شايف ان الطفل فاهم اصلا يعني لا اجله شوي يعني وطبعا لازم المنتالي او حتى التواصل الكمنيكيشن لازم تبيه اساسد كجزء من المنظوم الطفل برضو اللي ما يعملش اللي ما عندهش صبورت عائلي يعني الاسرة نفسها مش متحمسة لان هي تساعده لان طفل اللي هو عمل عملية تكميم دي من ابسط العمليات هي لا تؤثر على الامتصاص يعني انت شلت جزء من المعدة صغارت حجم المعدة يعني فده معناه ان هو يعني لازم يحافظ شوية من السكريات من الشوكولتات من الايس كريم وده صعب جدا على الطفل عشان كده لازم يكون فيه دعم أسري يحافظ عليه شوية او ان هو يساعده في انه يتواصل ما بعد العملية او يحافظ على الوزن اللي نزله ما بعد العملية فهي عملية السمنة في الاطفال احنا بنختصرها الحاجات الثانية الوفشنز تانية مش متاحة انت طفل مين اللي هتقل تقوله اعمل نظام تغذية هو وزنه يعني كبير كسر 120 ولا 130 كيلو وعنده تقوص من مفاصل يعني عضمه متني يعني خلاص تقوص يعني مش هادري اتحرك بتاعته مش ده اللي هيتابع نظام غزائي تعال بقى هات ركب بلون البلون هدي هنسيب الطفل بقى بالوزن ده لا يبقى عايزا عملية تكميم المعدة من العمليات المفيدة الامنة التي لا تؤثر على النمو على الاطلاق في الاطفال هنتقل من الاطفال لمن يريدون الاطفال تمام من يريدون الاطفال دي كيس قدامي يعني واحد بقيتلي واحد و 38 سنة ميجوز من 8 سنين من اكتر من 8 سنين حاول انجاب اكتر من مرة وكل مرة يروح يتقلق لازم تنزل وزنك ده راجل كمان على فكرة السؤال هنا يعني كثير من الناس تتفهم انه الست عندما يزيد وزنها هي لا تستطيع الانجاب لكن قليل من الناس مش متخيلة حجم زيادة الوزن تأثيره السلب ايه على الانجاب بنسبة للذكور نفسهم لجودة الحياة المنو والله هما الاتنين يعني طبعا الزكور والاناس في نفس الدايران طبعا احنا ربما يكون الوزن عقبة في طريق الانجاب عند الرجال وعند النساء عند الرجال اكتر طبعا بيؤثر بالسلب على الصحة والقدرة الانجابية او القدرة الجنسية يعني طبعا لان هرمونات الدهون هي عقبة في طريقهم لانه بتحول الهرمونات الزكورة الى هرمونات اخرى او سوية مش بس كده يعني يمكن شايف بقى ان في امراض مصاحبة للسمنة المفرطة قد تؤثر برضو الانجابية زي السكر انت يعني السكر ده ما هو حاجة مرتبطة بالسمنة المفرطة السمنة جابت لك السكر وبالتالي السكر برضو هيأثر على عصاب ويأثر على الصحة الانجابية الناس اللي عندهم كلسرول زايد بسبب السمنة المفرطة وعندهم مركبة دعمات وبتالي يدخل فيه يعني نبص في كفاءة القلب وده نعكس برضو على الصحة الانجابية بصفة بصورة يعني أقصد انه السمنة هي عائق أمام الرجال في ناس تانية طبعا ده مش مشكلة بس كده يعني مش بسبب صعوبة للانتصاب أو القدرة على الانجاب بسبب البطن اللي هي طول الوقت كبيرة وبندلس وسقطة على يعني حتى ميكانيكا لي صعبة فيها صعوبة يعني ان انت تقدي حياتك أو يعني الطبيعية يعني النمرت تانية يعني السيدات عندهم تكاسم مبيض والطرف هرمونات والمبيض يعني بيبقى في وضع أشبه بالمعطل يعني طيب احنا فيه سيدات بتنجب بالرغم من وزنها ربنا يوفقها طبعا احنا يعني لو دخلت قاسرية دي بيبقى دكتور التغدير بيبقى بيحسب أنفاسه في انه يولد سيدة وزنها كبير دكتور النس بيبقى طبعا فيه معاناة شديدة أثناء المتابعة وتخيل بقى نحيك ده هيعمل قاسرية في وزن كبير ده ده حصل حمل يعني فطبعا لا أنصح تماما أننا نقصر في أننا ناخد الطريقة الفعالة في انقاص الوزن عملية تكمين بالمنزار خلال الفتحات صغيرة قامت 12 ساعers في المستشفى أنت ليه تسيب نفسك للوزن الزايد ويعطالك على الإنجاب أو يعطالك على يعني أنت تمشي في شونة أدوية وانت في سنة صغير أنا يعني يمكن بشوف ناس والله ماكملت 40 سنة وبيعود في وضع العرف الوضع المرضي الحج بقى اللي خلاص اللي هو انتقل من مرحلة الشباب اللي هو المفروض يعيشوا في وضعه ويتقال له لحج أو لحج وصل لمرحلة الحج بقى في فترة يعني هو مش بتاعته 40 سنة شباب يعني في لعيبة كورة عندهم 40 سنة بلعب كورة على مستوى العالم طبعا زلطان أبراهام مفيتش ده عنده حج ده عدل 40 وبيلح ناس طبعا يعني طبعا لايف ستايل مختلف شوية ووضع مختلف فإحنا يعني طبعا هو وعلى فكرة يعني هو مجموعة الأمراض المرتبطة بالسمنة المفرطة هي هي بتهزم الوضع السني يعني أنت عندك 40 سنة أنا كنت قاعد مع حد يمكن في العيادة بقعد فرند اللي كده في ساعت طبعا بقعد أخد يعني تاريخ مرضي مفصل يعني فتلاقي السن فعلا صغير و ثانيا مش معداش ال40 وتلاقي عنده الضغط وعنده السكر وعنده الكوليسترول العالي وده دهون الكبت وبيأخد أدوان المفاصل وقولك أنا أصلا عندي ينزل قدره فيه وعندي أنا فعلا يعني يبقى صعب عن عليا جدا يعني كحاجة مش وضعك ده أنا شربين سنة أنا أممكن متحفظ في أن أنا أنقل نفس الصورة دي على السيدات تخاق أنت الوضع ده ست وتوصل سن لسه سنة صغير في التلاتينات والله العظيم بتبقى وغد وضع خمسينات والستينات يعني ليه كده هو ده سمنة هي ده سمنة اللي بتحبس الإنسان اللي بتغير شكله اللي بتغير سنه اللي بتهزمه نفسيا أنه يتوافق مع وضع سني مش بتاعه عن السيدات وعلى فاكرة بقى أنا أقولها حكة على معلومة يمكن السيدات أكثر عرضة للتنمر يعني الكلمة بتفرق معها جدا يعني يعني طبعا الستات حسين جدا للوزن وحسين جدا بتبقى فعلا ونسبة الإكتاب مش قليلة خالص عن السيدات بسبب الوزن نسبة كبيرة جدا 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 وماشينا قريدة على anti-depressant ببقى البنت في 25 سنة وماشي على أدوية anti-depressant بتزاود الوزن بتزاود الوزن تلاقيها بقى زادت في الوزن نفسيتها غير مستقرة ويعني فيه اكتاب شديد وتلاقيها ماشي على أدوية بتزاود أصلا الوزن ما تنزل وزن ما خلاص ناخد القرار لإنقاص الوزن عملية في نص ساعة وبعدين ده حاجة سهلة جدا يعني يعني البنات الصغيرين والأطفال الجراحات فيهم سهلة يعني ايه سهلة هو ده أحسن واحد يدخل بينك هو ده السن صغير أحسن واحد جدار بطنه ماليبا يعني سهل ان انت تشتغل فيه بالمنظور أحسن واحد دهونه غير فيه دهون كده بتبقى معلاش شيء لا دهون فعلا يعني صعبة وتلاقي الحركة في البطن صعبة من كتر الدهون يعني تخشبت في البطن فطبعا السن الصغير دول لا لسه يعني دول كويسين جدا في الجراح نحوار معك متعة خالصة جدا فيه كشف أولا النقاطة العلمية المهمة جدا ربط بين السيتيوشن البطنية مثل تأخر الإنجاب مثل تكاوس المبايب مثل السكر مثل الضغط وحالة السمنة وأيضا تفاصيل الجراحية هتلاقوها دايما في حوارتنا مع ضيف العزيز الاسم المتميز للغاية الأستاذ الدكتور كريم صبري وأستاذ جراحات السمنة والمناظر بكل الطب جماعة عن شمس والمديد لوحدة الجراحات السمنة بمستاذ شوادي النيل وزميل كليات الجراحين الملكية الإنجليزية والأمريكية نورت وأبدعت كالعادة الدكتور هيبقى الحوار مستمر ولكن زي ما نبقل دايما بصوت المريض ومن غرفة الجراحات وهذا أمر نتمنى أن نراه كثيرا جدا لأنه بينقلنا إلى زي ما بيقوله من الناحية النظرية والشرح النظري إلى الحوار العملي إلى غرفة العمليات خليكوا دايما مع دكتور أنا اسمي دينا وزني 116 سني 21 سنة كنت بانوانا صغيرة مليانة أصلا بس كنت بزيد وبدخن وكده في آخر فترة كنت تعبنة جدا من شكلي فجأة زيت جدا بعد ما عدت من الجامعة أخدت الأجازة بقى وكن عندي فراغ للأكل وما مش بشتغل فكان وزني زيت جدا وحالة النفسية تعبت بقى وبابايا حتى لاحظ دا هو أمامتي ما كنتش بنزل بنزلش خالص ولا بروحه بيجي فبابايا كان بيشجعني إن أنا أجي أعمل العملية دي كنت قبل العملية 116 كيلو ودلوقتي 92 الفترة ما بين العملية كان 24 كيلو اللي أنا خاصتهم دول كان في ثلاث شهور وأختلف معي الموضوع في الخروج نفسيتي مكنتش بخرج من البيت أساسا دلوقتي بقيت بخرج لبسي كل ما لبس حاجة كانت قديمة عندي ما بعرفش ألبسها بسبب وزني أو شكلي فيها ما كانش حلو دلوقتي بقيت عارفة لبسها وببقى مبسوطة قوي قوي قدام نفسي وقدام مريا لو أنت عايزت بأحسن تقفي قدام مريا ومبسوطة بنفسك لازم تعملي ده ولازم تاخد القرور ده ولأي حد عايزة من عملية ما تخافش ولازم تيجي ولازم تاخد القرور ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة